السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا وحبيبنا طلاب ثلاثة سنوية ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح اول صورة من صور التقاصر اللاجنسي وهو الانشطار السنائي الانشطار السنائي مشهور بانه ابسط صور التقاصر اللاجنسي وبيحصل في الكائنات وحيدة الخلية بس زي مين زي البكتيريا احنا عارفين البكتيريا دي بتكون من البدائيات طيب وبيحصل في التحالب البسيطة اللي بتكون برضو وحيدة الخلية زي مثلا بتوحله باسمه كلاميدو مونس وحيدة الخلية طيب والبكتيريا كلمة بكتيريا يعني من البدائيات لو انت حضرت او سمعت الدرس اللي فات قبل كده قلتلك ان البدايات دي مش بتحتوي على نواة ولكن المادة الورصية بتاعتها بتكون موجودة مباشرة في السيتوبلازم يعني لا تحتوي على نواة انا محتاج الكلمة دي محتاج الكلمة دي عشان خطر لو فيه اسألة لا تحتوي على نواة وكمان عندنا دي انه في البكتيريا لا ينتظم في شكل صبغيات يعني مش بتحتوي على صبغيات ولا بتحتوي على كروموسومات فنخلي بنا كويس اوي من المعلومة دي طيب وكمان بتحصل في الكثير من الكثير من وليس كل الاوليات الحيوانية الكثير من وليس كل الاوليات الحيوانية طيب زي مين زي الاميبة وزي البراميسيوم محن عندنا الاميبه والبراميسيوم بتكون من الشعبه الاوليات الحيوانية من مملكة الطلاائعيات المملكة دي بتنقسم الى شعب فيه شعب اسمها شعبة الاوات الحيوانية بيكون فيها الاميبة والبراميسيوم وكمان بيكون فيها التريبانوسومة طيب وكمان عندي شعب اسمها شعبة اليوغلينات بيكون من ضمنها اليوغلينا اليوغلينا وكمان بيكون عندي برضو من الكائنات اللي هي بتقدر انها تنقسم بالنشتر السنائي الجيردي يبدو كلهم تابع مين تابع الطلاعيات وكلهم اصلا بيكون وحيد الخلية طيب بقولك هنا اللي بيحصل في المشتري السيني بيحصل اختفاء الفرض الابوي اختفاء الفرض الابوي يعني بيكون معايا اميبة هيت واحدة الاميبة دي بتنقسم وتدينا اتنين ده خلي بالك ده في الظروف ليه المناسبة دي خليها ابوية هيت بيحصل انقصام للنواة الاول بيحصل انقصام للنواة وبعد كده بيحصل انقصام للسيتوبلازم وكمان ايه انقصام السيتوبلازم بيكون انقصام متساوي كصام متساوي للسيتوبلازم وهذا كده بكون خليتين Wijاتين بناوتين متطبكة فيه الاب الاب يمش موجود، الاب اختفى عشان كده بكون لك اختفاء الفرض الاباه والتالي لا يخلد ولا يصاب بالشيخوخة يعني بيكون خالد و كمان مش بيصاب بالشيخوخ و ومش بيكبر في السن طيب يحصل توزيع متساوي للمادة الورثية و السيتوبلازم متوسيع متساوي للمادة الورثية وسيته لازم ده انا كنت اطمع مرتين عشان اكد لك عليها توزيع متساوي ليه لان بصوا هكده منحنة الخالية النتيجة من الانقسام من انشطار السناء ده اللي بيحصل ان دي كده مثلا الخلية ليه الخلية اللي هم حجم الخلية الام هوت والفرض الابو اما الافراد النتيجة اللي هم بطلعين بالشكل ده كده بتلاقي ده كده حجموه الاتنين بيكونوا قد بعض بالزبط بيكونوا قد بعض وبيكون حجموه منص الحجم الابوي او زي ما حصل معنا في الصورة على قضا ده كده الفرض الابوي بيدينا فرضين اللي اتنين بيكون نص حجم وبيكونوا قد بعض ليه بسبب توزيع المتساوي للمادة الورخية بس هي تبلازمة وطبعا ده بيكون انقسام ميتوزي بدا بيكون اتنين نون دي برضو بتكون اتنين نون ودي اتنين نون تعتمد على انقسام ليه؟ ان الانقسام الميتوزي وبالتالي مش بيحصل تنوع مش بيحصل تنوع للأفراد الناطيجة بيحصلش تنوع لان التنوع ده بيكون في الانقصام الميوزي وليس الانقصام الميتوزي طيب في الظروف المناسبة اللي بيحصل واحد اول حاجة بتنقسم النواة الى نواتين وعد كده بتنشطر الخلية الى خليتين متمثلتين في الحجم بص بتحصل ايه بتنقسم النواة الى نواتين النواة بتنقسم الى نواتين لكن هنا في البكتيريا ما عندهاش نواة فبتنشطر الخلية على طول يعني دي كده مثلا خلية بكتيرية ما عندهاش نواة اللي بيحصل انشطرها على طول وتساوي طبعا للسيتوبلازم طيب في الظروب غير المناسبة زي ايه مثلا زي تغير درجة الحرارة تغير الملوحة بتاعة المية جفاف تغير نقاوة المية وتغير البي اتش بتحيط نفسها بغلاف قايتيني ده عبارة عن بوليمر بيتكاوم من سكريات امينية الغلاف القايتيني ده بيبعبارة عن بوليمر بوليمر كبير بيتكون من سكريات امينية الاميبة بتحيط نفسها بغلاف قايتيني وبتنقسم عدة مرات بحاجة اسمها الانشطار السنائي المتكري دي كده مثلا الاميبة الامهيت حصل مثلا وبقت الظروف غير مناسبة بدأ انها تحيط نفسها بغلاف قايتيني بيقول عليه حوصلها حوصلها لانها بتحوصل نفسها تمام؟ بعد كده بيحصل انشطار سنائي متعدد او انشطار سنائي متكرر فيطلع لي اميبات صغيرة فيبقى المنحنة بتاعها عامل ازاي بقى؟ المنحنة شوية هيكون مختلف دي كده الخلية الامهيت بتديني خلايا كتير بس حجمها بيكون اصغر اسمها اميبات صغيرة بس كلها حجمها بيكون اصغر بس كلها نفس الحجم ده كده أنا بيبقى الرسمة دي بتعبر لي عن الانشطار سنائي المتكرر انشطار سنائي متكرر ده بيحصل امتى؟ ده بيحصل في الظروف الغير مناسبة زي تغير درجة الحرارة تغير ملوحة جفاف تغير نكاوة المية وتغير البي اتش طيب تعاني شو بقى كوانين للانشطار سنائي قول لك عدد الخلايا النتيجة من خلية بيكترية واحدة بعد عدد معين من الانشطار بيساوي اثنين قس نون ونون ده يعني مش شرط يكون نون اثنين قس اكس اثنين قس سين المهم من النون ده بيعبر لي عن ايه؟ عدد مرات الانشطار عدد مرات الانشطار على سبيل المثال نقولت لك أنا معايا خلية بيكترية واحدة الخلية دي حصلها مثلا ثلاث مرات انشطار ثلاث مرات انشطار عايز اشوف كم عدد الخلايا النتيجة أنا قدام الطريقتين الطريقة هللاق بالقانون طريقة اهمة ان انا جرب طب تعاني شوف لما نجرب ايه لا هيحصل بيكون معايا خلية بيكترية واحدة الانشطار الاول هتديني اثنين ده كده الانشطار الاول طب الانشطار التاني كل واحدة هتديني اثنين يبقى ده كده واحدة ده كده الانشطار التاني أعطي انشطار الثالث أديو واحدة 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 عندما تحسيا عن خصائل هذا THE Y 6 و 3 و 4 Hari فقدم bor intent 30 في�동يه دلوقتي انا 7 انا قلت لك كم مرة قلت يطبقي هنشطار بسبب 15 مرة 2 X 3 8 غريفها دي حاجة ودي حاجة يعني معيها الطريقة دي ومعيها الطريقة دي طيب مثلا عشان برضو الطريقة دي هتنفعني لو انا اجبتها لك في رقم كبير قلتلك مثلا عدد مرات الانشطار عدد مرات الانشطار وان افطرط بيساوي ستة احسب لي كم عدد الخلاية النتيجة قدامي كده طريقتين ان انا اعمل انشطار ست مرات وقدامي طريقة ان انا اكتب اثنين قس ستة وطلحها حسبة رسيطة خلصة دي كده هكتب على الحسبة اثنين قس ستة لحزة واحدة كده اثنين قس ستة هتدين اربعة وستين بتساوي اربعة وستين خلية ولو اعطى طبقها كده هتطلع معي نفس الرقم طيب لو انا عدد انقصامات او عدد مرات الانشطار السنائي بحسبها زي يعني بخلال زمن معين لو اديتك زمن معين وقلتلك مثلا ايه في كم عدد الانقصامات اللي حصرت لعدد الانقصامات بيقولي ان عدد الانقصامات بيساوي الزمن الكل على زمن الانقصام الواحد على زمن الانقصام الواحد طيب ازاي كلام ده؟ بص كده ركز معي دلوقات اللي قلتلك تعرضت اميبة للجفاف لمدة 3 دقائق نركز كده في السؤال ده تعرضت اميبة الجفاف لمدة ايه؟ لمدة 3 دقائق ماشي احسب اذا علمت ان زمن الانشطار الواحد بياخد 30 ثانية فاذا علمت ان زمن الانشطار الانشطار الواحد بياخد كام 30 ثانية احسب عدد الاميبات الصغيرة المتحررة احسب عدد الاميبات الصغيرة المتحررة طيب تعالي نحسب بها واحدة واحدة كده او المظروف يعني تتحسن انا دلوقتي الاميبة خدت اللي هو الزمن الكلي كام في الزمن الكلي 3 دقائق طيب اذا علمت ان زمن الانشطار الواحد بيسوي كام بيسوي 30 ثانية طب انا عاجز تشوف عدد الانكسامات وبناء على عدد الانكسامات هحط ايه absolutamentehhh زمن الانكسامات اكثر ماشي طب تعالي نشوف عدد الانكسامات كامل اول كده عدد الانكسامات القانون بيقولك ان الكم gäller الزمن الكل بقسمه على زمن الانقصام الواحد طب الزمن الكل كم؟ تلعت دقائق على زمن الانقصام الواحد كم؟ زمن الانقصام الواحد بيكون 30 ثانية مميش 8 دقائق على 32 ثانية طب حويلي التلات دقائق تلات دقائق دول فيهم كم ثانية composite 60 ثانية بس 60 وتستين يعني كده 180 يبأ مية 80 على التلاتة هي ديني 6 يبقى كده عدد الانقصامات بتسوي كم؟ بتسوي 6 عدد الانكسامات بتسوي ستة يبقى كده عدد الخلايا او عدد الاميبات النتجة هتسوي اتنين قس ستة هتسوي كما تسوي اربعة وستين خلية لسه حاسبينها فوق دلوقتي هي اتنين قس ستة تديني اربعة وستة طبعا انا ممكن احسنها بغض النظر عن الكلام ده كله ان انا شوف ان انا قعد بقى اشوف التلات دقيق دول تلات دقيق دول هيحصل فيهم كمان انكسام مع العلم ان انكسام واحد بياخد تلاتين سانية يبقى تلاتين سانية وتلاتين سانية ادي كده دقيقة تلاتين سانية وتلاتين سانية ادي كده دقيقة تانية وتلاتين سانية وتلاتين سانية ادي كده اه دقيقة كمان يبقى دول تلات دقيق بحصل فيهم كم ست انكسامات ست انكسامات تبدأ تحسن تقول لي خلية واحدة ادي اول انكسام تديني خلية تين تانين انكسام كل خلية تديني اتنين ماشي تلت انقصام كل خلية تدي بس هتبقى صعبة تقعد بقى تحسبها واحدة واحدة هتدي لك برضا 64 خلية طيب نشوف بعد كيف وقال لك افكار الانشطار السنائي هنا ابتداء من خلية بكترية واحدة بعد 6 اجيال من الانشطار السنائي كم عدد الخلايا البكترية التي تلاشت كم عدد الخلايا البكترية التي تلاشت تبدأ بقى نشوف دي بقى تقعد تحسبها خلية خلية ليه انا عايز اشوف من خلية واحدة بعد 6 اجيال من الانشطار السنائي كم عدد الخلايا البكترية التي تلاشت انت دلوقتي لو عايز تجيب الخلايا النتيجة هتقول لي 2 قس 6 بيساوي 64 خلية بس انا مش عايز الخلايا دي انا عايز الخلايا اللي تلاشت الخلايا اللي حصلها تلاشي فبص بقى هتقول لي انا معايا مثلا خلية بكترية واحدة هيت بعد الانقصام الاول هيدوني 2 بعد الانقصام التاني هيدوني 4 بس انت ما ترسمهاش يعني مثلا انا دي خلية هيت بعد الانقصام الاول هتديني 2 والاتنين هيدوني 4 والاربعة هيدوني 6 لا مش هيدوني 6 هيدوني 8 فيش حاجة اسمها 6 والتمانية هيدوني 16 والستاشر هيدوني 32 والاتنين وتلاتين هيدوني اربعة وستين احسب بقى كده عدد الاجيال هتلاقي عدد الاجيال 6 هدي الجيل الاول وهدي الجيل التاني وهدي الجيل التالت والرابع والخامس والسادس طيب دول اللي انا حصلت عليهم تبدأ بقى تحسب لي دول واحد زائد اتنين اتنين زائد زائد اربعة زائد تمانية زائد ستاشر زائد اتنين وتلاتين تبدأ تحسب لي كده هنحسب على الحسب هوت واحد زائد اتنين زائد اربعة زائد تمانية زائد ستاشر زائد اتنين وتلاتين هيدوني 63 خلية يبقى اللي حصل له تلاشي عدد كم عدد الخلال بكترية التي تلاشت هيكونه 63 خلية طيب الفكرة التانية هنا لما يقولك مثلا انا معايا خلية بكترية قامت بالانشطار السنائي عدة مرات خلال ساعتين ونص فنتج اتنين وتلاتين خلية فكم يستغرق فكم يستغرق الانشطار الواحد الانشطار الواحد ده هياخد قديه بص نرجع للقانون بتاعنا القانون بيقولك ايه بيقولك ان عدد الانكسامات بيسوي الزمن الكلي على زمن الانكسام الواحد يستحسن ان انت تعمل المسلس بتاعنا الصغير ده كده اوض المسلس بيقولك ايه ان عدد الانكسام ده هيكون الزمن الكلي طيب وده عدد الانكسامات ماشي وده يكون زمن الانكسام الواحد بس فانت دلوقتي لو عايز عدد الانكسامات هتقسم لي الزمن الكلي على زمن الانكسام الواحد ولو عايز زمن الانكسام الواحد هتقسم لي الزمن الكلي على عدد الانكسامات وانا عندي عدد الانقصامات كم لسه معرفهمش طيب انا معايا خاليها 1 الواحد هتديني 2 واللي 2 هيدمي 4 والالأربعة توقيت بقى تشوفلي كم انقصام والاربعة تديني 8 والـ 8 تديني 16 والـ 16 الديني 32 حصل كم انقصام هنحسف كده الانقصامات اللي حصلت معايا دي كده اول انقصام ثاني انقصام ثالث انقصام الرابع ودي الخامس يبقى كده معايا كم خمس انقصامات ماشي طب خلال ساعتين ونص الساعة بيكون فيها ستين دقيقة يبقى ستين ستين دقيقة زائد ستين دقيقة الساعة الثانية زائد النص الثانية يكون تلاتين دقيقة يعني هيسوي مية وخمسين دقيقة يبقى تحسب لي كده المية وخمسين دقيقة على الخمسة مية وخمسين دقيقة على الخمسة هيديني تلاتين يبقى كده الانقصام الواحد بياخد تلاتين دقيقة يبا كده الانقصام الواحد بس هياخد 30 دقيقة ليه لان عندي زمن انقصام الواحد بيسوي الزمن الكلي اللي هو بالدقيقة 150 دقيقة على عدد الانقصامات لما جيت حسبهم عشان اوصل ال 32 خلية وصلت الكم انقصام خمس انقصامات يبا الدوني كان 150 على الخمسة هيدوني 30 دقيقة وفي كده نبخلصنا الانشطار السنائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا وحبابنا طلاب 3 سنوي ان شاء الله في الفيديو ده نشرح مع بعض تاني صورة من صورة التقاصر اللاجنسي وهو التبرعم والتبرعم ده بيحصل يما في كانت وحيدة الخلية وحيدة الخلية زي مثلا فطر الخميرة عندي الفطريات زي الخميرة وعيش الغراب وعفا الخبز فطر الخميرة ده بيتقاصر لاجنسيا بالتبرعم لانما انا عندي عيش الغراب وعفا الخبز بيتقاصره بالتجارسه طيب او ممكن يحصل في كائنات عديدة الخلية عديدة الخلية زي الهيدرة والاسفنج نص عشان ما تطلق باتش فكرة البرعم ده بيعمل زي مثلا كائن في كده خلية الخلية دي هتدخن فبيطلع لها كرش فعارف انت لما حتى هتدخن فبيقولك انا انا هخس فهتحفظ معي كلمة هخس اللي هي هداية هي الهيدرة والسين هي الاسفنج ودي كائنات عديدة الخلية انما الخال اللي في النص دي اللي هي فطر الخميرة وخلي بالك فطر الخميرة بيكون لها اهمية اقتصادية عشان بس انا بعرفين الخميرة بتاعتنا اللي احنا بيستخدمها العادي طيب والخميرة بتكوني وحيدة الخلية طيب تعال ناخد اول حاجة اللي هو التبرعم في الكائنات وحيدة الخلية وناخد الخميرة دي كده مثلا الخميرة بتبقى عبارة عن كائن كله على بعضه وحيد الخلية بيكون جواه نواه و بيكون جواه سيتوبلازم و كمان بيكون فيه فاجوة منقبضة طيب ماشي على احد مثلا ده كده الجدار بتاع الجدار الخالية و نفترن ان فيه المنطقة دي كده مثلا ضعيفة يعني المنطقة كده مناطق معينة بتكون موجودة على الجدار المناطق دي بتكون ضعيفة فالسيتوبلازم بيبدأ ان هو يضغط عليها فلما يضغط عليها بيبتدي ان هو ايه يخرج يخرج على البره كده فبيكولي بروز على الجانب طيب بعد كده بيبدأ السيتوبلازم يروح للنحية دي كده فبص كده او بيكون لي بروز على الجانب يبدأ السيتوبلازم ينطاقل للمنطقة دي كده فاللي بيحصل هنا في التبرعوم نخلي بالنى التبرعوم اللي بيحصل فيه الاول هو توزيع السيتوبلازم لكن احنا كنا واخدين في الانشطار السناي كان بيحصل الاول انكسام يعني انا حصل هنا انكسام للسيتوبلازم الاول ليه لان اللي بدأ ينتقل هو السيتوبلازم لكن انا عندي في الانشطار السناي انشطار السناي اللي حصل الاول هو كان انكسام النواة انكسام النواة بعد كده حصل توزيع توزيع للسيتوبلازم وخلي بالك في الانشطار السناي انكسام النواة كان متساوي يعني كانت خلية مثلا فهي طلعت لي خليتين دي فيها اثنين نون ودي فيها اثنين نون وتوزيع برضو للسيتوبلازم كان متساوي متساوي يعني الخليتين كان اقض بعض دي خدت خمسين في المية ودي خدت خمسين في المية لكن اركز بقى في التبرعوم بص اللي هيحصل بعد كده ايه بعد كده هتبتدي النواة ده هي تبدأ انها تروح للخلية اللي لسه طالعة جديدة للبروز الجانبي فمبروز هنا الرسم دي كده تيجي هنا النواة تبتدي انها تنقسم وكما الفجوة المنقبض هتبتدي انها تنقسم وده كده السيتوبلازم اهو بعد كده بيتكون لي فرض هيتكون لي فرض شبه الام بس خلي بالك هو شبه الفرض الابوي في الشكل لكن مختلف عنه في الحجم ده كده البرعومهوة الجديد ودي كده الفجوة المنقبضة ودي النواة ده كده النواة اهيت ودي كده الفجوة المنقبضة فهيكون لي فرض يشبه الفرض الابوي في الشكل ولكن يختلف عنه يبقى يختلف عنه فين؟ في الحجم ماشي وكده طالما احنا انا بتكلم على وحيد الخلية في فطر الخميرة انا قدامي طريق من اتنين دي اما ان هو يظل متصل يعني الفرض الصغير الناتج ده يظل متصل بالام فيكون لي مستعمرات خلوية مستعمرات خلوية هيبقى عندي بيزهر لي المنظر ده كده ده كده هو برعم وده برعم تاني وبرعم تالت فدي كده اسمها مستعمرات خلوية ايه مستعمرات خلوية او بينفصل بعد كده بيبدأ ان هو ينمو علشان يكون لي خلية جديد اهو ده بيبدأ ان هو ينفصل عشان يكون لي خلية ايه عشان يكون لي خلية جديد ايه ده محل من اتنين يا اما يفضل متصل يا اما ينفصل ده ده ليه الكلام ده كله لانه وحيد الخلية فاحنا الخميرة دي بتبقى قلبها ضعيف شوية يعني اللي هو مش قلبها ضعيف انا بس بشبهها بحيط تانية ايه ممكن تفضل متصلة بابنها ابنها اللي طلع منها لكن ممكن يعني ساعات بقى لما قلبها يقسى عليه تبدأ ان هي تفصلوا عنها على عكس بقى الكائنات عديدة الخلية عديدة الخلية زي مثلا الهايدرا ونخلي بالنا اللي حصل هنا يعني الانكسام حصل من خلية غير متخصصة الخلية كانت غير متخصصة وحجم الخلية اللي كانت نتيجة بصوا كده بالنسبة للحجم اللي هو بس رسمي بيانك تبعي الحجم مثلا اهوت فدي كانت الخلية اللي هي الام ناشي دي الخلية الام الخلية النتيجة بتلاقي الخلية الام هيت حجمها مختلف على الخلية التانية على عكس مين؟ على عكس الانشطار السناي طيب بعدشان كده اقولك لا يعتبر انشطار سناي لسببين؟ اول سبب معايا هو ان الفرض الابوي بيكون موجود انما في الانشطار السناي بص كده في الانشطار السناي الفرد الابوي مبقاش موجود لكن هنا الفرد الابوي موجود يبي دا اول سبب تاني سبب بالاضافة طبعا لاختلاف الافراد النتيجة في الحجم الافراد النتيجة في الحجم دا مثلا نفترض ان هو 70% ، وده مثلا هيكون 30% يبي اختلفو الاتنين في الحجم دا غير ان دا فرد الابوي فرد الابوي موجود طب اما لا تشابق مبينهم؟ التشابق مبينهم هو التوزيع المتساوي للمادة الوراثية التوزيع المرساوي للمادة الوراثية ان ده برضو بالرغم من اختلفه في الحجم او ان صغير في الحجم وان تلاتين في المية برضو بيكون اتنين نون وده برضو بيكون اتنين نون يعني الاتنين بياخدوا نفس الكمية نفس المادة الوراثية لكن بيختلفوا عن بعض في السيتوبلازم فنقدر اعبرها كده بالشكل اللي قدامي دك الفرض الابا وهو طلع لي فرض كبير وهدي كافي فرض صغير ولكن ده برضو اتنين نون وده كمان برضو اتنين نون مختلفوا مع بعض فين في الحجم. طيب نيجي بعد كده للهايدرا. والنفس اللي يحصل في الهايدرا هو نفس اللي بيحصل في الاسفنج. فمسلا ده كده هوت الهايدرا. وده كده اسمها خلايا دي اللاسعات. ويكون في عندها تجويف كده اسم التجويف الوعاي المعدي. تجويف الوعاي ليه? المعدي ده مهم جدا في حتة في التجدد. لكن احنا ننشع على التبرعم. التبرعم بالنسبة للهايدرا بيقولك ان بينشأ البرعم كبروز صغير من خلايا بينية. بيكون في خلايا بينية. لو انت تاخد مسلا الحتة دي كده. يبدأ ان انا اقبرها لك هنا. دي كده خلايا عادية. هيب دي كده خلايا عادية. بيكون في بقى مجموعة كده من الخلايا البينية هنا كده. اهي. دي خلايا عادي خالص موجودة في الهايدرا. لكن ده اسمها خلايا بينية. الخلايا البينية ده بتقعد تنقسم ميتوزيا. فبتبدأ ان هي تكون لي بروز على شكل ايه طبعا برعم جانبي. يبقى بينشأ البرعم كبروز صغير من احد الجوانب. من احد الجوانب ده او الجنب ده. طبعا. بعد كده بتنقسم الخلايا البينية ميتوزيا. الانكسام ده بيكون ايه? ميتوزيا. فبتقدر ان هي تكون لي كائن او بتكون لي برعم جديد. فالكان الهوت يبدأ ان هو بعد كده ينفصل. يكون لي برعم جديد والبرعم ده ينفصل. وبيشبه الايه الفرد? بيشبه الفرد في الشكل. بيشبه الفرد الابوي في الشكل وليس في الحجم. يبقى بينمو البرعم تدريجيا ليشبه الفرد الابوي تماما ثم ينفصل عنه ليبدأ حياته مستقلة. ان هنا يبدأ حياته مستقلة على طول. مفيش احتمال ان هو يكون مستعمرات خلوية ابدا. على عكس فطر الخميرة اللي كان بيكون لي مستعمرات خلوية. طيب الكلام ده بيحصل فين? بيحصل في الهايدرا والاسفنج. خلي بالنا ان فيه هنا برضو خلايا ايه? خلايا بينية. الخلايا بيني دي زي الخلايا اللي بتكون موجودة في الخصية كده بالزبط. اللي بيأثر عليها آآ هرموني الاف السيج. طيب. تعال دلوقتي اخلي بالك انا عندي الهايدرا والاسفنج. الهايدرا والاسفنج. بيتكسر جنسيا ولا جنسيا. ناشي. لا جنسيا بطريقتين. يا اما بالتبرعم. يا اما بالتجدد. طيب. التبرعم ده هي الوسيلة الاساسية. ليه الوسيلة الاساسية? لان هو اللي بيتبرعم من نفسه. هو اللي بيكون الخلايا من نفسه. من نفسه. لكن التجدد ده هو بيحصل بتدخل الانسا. تدخل الانسا. يبقى الوسيلة الاساسية للتقاسر اصر الاساسية للتقاسر الجنسي بالنسبة الهايدرا والاسفنج هي التبرعم. ليه التبرعم? لان التبرعم بيكون بينشأ ذاتيا. الكائن نفسه هو اللي بينقصم الخلايا البينية. هي اللي بتنقصم وتكون خلايا مختصة. الخلايا دي مختصة. تبرعم بواسطة خلايا مختصة في الهايدرا والاسفنج. لكن انا عندي في الخميرة الخلاية غير مختصة. خلاية دية خلص اهوط. هو يقول ل الحكاية ان في سايتوبلازم بدأ يضغط على الجدار. على المنطقة الضعيفة اللي بتكون موجودة. في الجدار وبالتالي الخلاية هنا بتكون غير مختصة. كمان انا عندي برضو الخميرة بيقدر ان هو يكون مستعمرات خلوية لكن holdcopica ما تقدرش يتكون لي مستعمرات خلوية. وانا عندي برضو Olivetyl ولاجنسيا بالتبرع موديل وسيلة الأساسية لأنه بيتقاصر ذاتيا بالتبرع إنما لاجنسيا بالتجدد ده بيحصل بتدخل الإنسان وبالتالي ده مش بيكون ذاتية هي وسيلة بس مش الوسيلة الأساسية طيب لو عايزين لقارن سريعا كده ما بين الانشطار السنائي وما بين التبرع ده كده الانشطار السنائي وده التبرع أول حاجة ده بيحصل في الكائنات وحدة الخلية فقط يعني الانشطار السنائي ده بيحصل في الكائنات وحيدة الخلية فقط فبلاحزوا في كلمة مثلا الكلمة طاب لكن ده في كلمة ده ممكن يكون وحيدة الخلية وممكن يكون عديدة الخلية وحيدة الخلية زي مثلا فطر الخميرة وعديدة الخلية زي هيدرا واسفينج طيب بلحظه في كلمة ايه؟ لما عندي مثلا خلية او واحد مثلا هيدخن كده فبيطلع بكيرش وبيقول ايه بيقول هيخس لكن دي بلحثها في كلمة طاب لما حاجة تفاح او ايه فاكهة تكبر في حجمها انا بقولك الاخجات دي كواسيلة كده ايه نيفونيكسي كده حاجة تساعدك على الحبس فبقولك مسلا ان ايه لما في حاجة تكبر في حجمها فبقولك له ان دي الفاكهة دي خلاص كده تابت فبقولك له طاب طاب الطا هي تحارب بسيطة تحارب بسيطة وحيدة الخلية مثلما الكيلاميدو مونس طيب والبيتاري الطائب والألف هى الاوليات الحيوانية مش كل الاوليات الحيوانية، لكن الاميباج Psychosis وبع signature واليوجليناس البري línea للسحين طيب هذه الاوليات الحيوانية تستطيع أنها تقصر في الظروف الغير مناسبة لكننا عند البكتيريا دي بتتكسر في ظروف المناسبة فقط لكن الظروف الغير مناسبة يعني مثلا جفاها في درجة الحرارة عالية او سخنتها ولا الكلام ده كله بتموت البكتيريا ما تقدرش انها تتكسر في الظروف الغير مناسبة انما بتتكسر في ظروف المناسبة فقط طيب بالنسبة لطاب في معلومة عايز اقولك عليها بس ان عندي الاميبة دي بتتكسر لما حجمها بيكبر يعني العامل المحدد للتكاصر في الانشطار السنائي بالنسبة للأميبة هو الحجم عشان كده بقولك اسمها طابق يعني لما تكبر فحجمها تنقسم لماذا علاقة بالعمر لان احنا عارفين ان عملية التقاصر بتحصل بعد عمر معينة او بعد فترة معينة لا انا عندي بقى الانشطار السنائي العامل المحدد العامل محدد للانشطار السنائي هو الحجم وليس العمر طيب بالنسبة للفرض الابوي الفرض الاول هنا الفرض لا يوجدش من وجود بيتلاشة يبقى هنا ييتلاشة الفرض الابوي انها بالنسبة لاتبارهم الفرض الابوي بيكون موجود يظل يظل الفرض الابوي موجود طيب هنا بقولك حجم الافراد النتجة بيكون متساوي حجم الافراد نتجة متساوي لكن هنا حجم الافراد غير متساوي طيب اقدر اعمل لها منحنة يباني اه تقدر تعمل لها منحنة يباني بص كده ده كده الفرض الابوي بيدي انه يديني فرضين شبه بعض بالزبط اعم شبه بعض في الحجم يعني ده كده الحجم اوة الاصدر المنحنة الرأسيان الحجم شبه بعض في الحجم وده برضو في المادة الورسية ده تنين نون وده تنين نون طيب انما هنا لا الحجم بيختلف ده كده مثلا نوات الفرض الابوي فبيديني والفرض الاوي بيظل موجود وبيكون لي فرض صغير كده طيب هنا بيصاحبه حدوث انقصام للنواة متساوي ده بيكون برضو متساوي لكن هنا بيحصل انقصام للسيتو بلازم ثم للنواة يبقى انقصام للسيتو بلازم ثم النواة ماشي نغير اللون بس كده هنعمل خط مش احسن حاجة بس يعني هتمنى ان انتم تفهموا الكلام ده كويس يعني طيب هنا بيحصل في الظروف المناسبة او الغير مناسبة يحدث في الظروف المناسبة بس اخلي بالك كمثال من ده يعني في المناسبة فقط ده انا باتكلم كده على البكتيري طيب وغير المناسبة زي مسلا الى اوليات الحيوانية طيب انما هنا ده يحدث في اللوات بارعم يعني يحدث في الظروف المناسبة فقط لكن تعرف في الظروف الغير مناسبة بيحصل تكاثر جنسي لان اولتلك الهايدرا والسفينج بيحصل لهم تكاثر جنسي طيب هنا بالنسبة لل بالنسبة للانشطار السنائي بيظهر فيه ظاهرة التحاصل في الظروف الغير مناسبة لكن هنا بيظهر فيه ظاهرة يعني لما اقول لك مثلا من اللي بيظهر او من صور التكاثر الى الجنسي بيظهر فيه ظاهرة التحاصل يظهر به ظاهرة التحاصل لكن التبارعم لا بيظهر فيه حاجة اسمها مستعمرات خلوية مستعمرات خلوية ده في في فطر الخميرة اللي بيكون كمثال طبعني على وحيد الخلية طيب ودي كده اهم النقط اللي تكلمنا عنها بالنسبة للتبارعم في فطر الخميرة اللي هو وحيد الخلية وفي الهايدرا والسفينج وكده نبخلصنا الصورة التانية من صورة التكاثر الى جنسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبنا طلاب تالت سنة ان شاء الله في الفيديو ده نتكلم عن الصورة التالتة من صورة التكاثر الى جنسي وهو التكاثر بالتجدد كده نتكلم عن ثالث حاجة وهو التجدد بص مفهوم التجدد بشكل عام بيختلف على حسب رقي الكائن الحي بمعنى أنا عندي العلاقة بتكون عكسية ما بين الرقي وما بين القدرة على التجدد كل ما بيزيد ده كده رقي الكائن الحي هو كل ما بيزيد رقي الكائن الحي بيقل معايا القدرة على التجدد القدرة على التجدد يبقى أنا كل ما زود في الرقي القدرة على التجدد بتقل معايا فالتجدد انا عندي ثلاث مستويات المستوى اول والمستوى الثاني والثلاث ده المستوى ليه؟ المستوى الثالث بص بقى كده معي المستوى الاول ومستوى الثاني دول لا يعتبر التجدد فيه متقاصر لا يعتبر التجدد تقاصر لكن المستوى الثالث ده بيعتبر التجدد ايه؟ التجدد بيعتبر تقاصر طيب تعال نشوف الثلاث مستويات بص اول مستوى معايا طبعا انا قلت لك كل ما بزود فروقيه لكان الحي بيقل لي معايا القدرة على التجدد طيب اول مستوى معايا المستوى الاول هو في الفقريات العلية الفقريات الفقريات العلية بقول لك في الفقريات العلية بيقتصر التجدد على التقام الجروح وخصوصا اصلا لو كانت ايه لو كانت محدودة يبقى بالنسبة لدلوقتي في الفقريات العلية بيقتصر التجدد على التقام الجروح يقتصر التجدد على التقام الجروح وخصوصا خصوصا اذا كانت محدودة يعني لو كانت ايه محدودة زي ما زلا ايه زي مثلا جروح الجلد جروح لوعية الدموية تمام وكمان برضو لو في جروح في العضلات وبالتالي كده انا عندي الفقريات العلية زي الانسان الصقر النصر الطيور الحاجات دي كلها فقريات ايه فقريات العلية بيقتصر التجدد فيها على انه بس يلم الجرح لو مثلا ده وعاق دموي لو عاق دموي ده حصل في جرح لا الجرح ده يلم وبالتالي بتكون اقل قدرة على التمايز اقل قدرة ما تقدرش انها تميز الخلايا وهقول لك ليه الحتة دي هتفهمها اكتر في المستوى التاني طيب تعالنا ناخد المستوى التاني قلتلك المستوى الاول بيحصل في فكارات العلية طيب المستوى التاني وخلي بقى لك المستوى الاول والتاني قلتلك انهم لا يعتبر تقaceر لانه دلوقته انا امتى اقول تقaceر لو كان معايا كائن او فرض فرض كامل على بعضه اداني فرضية طب انا دلوقتي لو لميت الجرح في العضلة ولميت الجرح في الاوعية الدموية في الجلد هيكون لي فرض جديد لا مش هيكون لي فرض جديد وبالتالي لاي اعتبرته كاسر طيب نروح بعد كال المستوى التاني المستوى التاني ده بيكون عندي في الكشريات وبيكون في البرمائيات طيب الكشريات زي مين الكشريات عندي كده زي الجنبري زي مثلا الاستاكوزة الاستاكوزة او مثلا اه جنبري واستاكوزة وكمان بيكون معايا الكابوريا دي كلها من الكشريات طيب البرمائيات زي عند الضفدع وزي كمان السلمندر الكائنات ده بتتميز بقدرة عالية قدرة عالية على التميز قدرة عالية على التميز بمعنى هي القدرة بتاعتها بتاعة التجدد بتكون متوسطة ليه لان ده المستوى التاني طيب بيكون في قدرة عالية على التميز مثلا لو نفترض ان فيه كده مثلا ضفدع الضفدع ده هو الرسمة مش مش احسن حاجة بس يعني ايه تخيل كده معي ان ده كده مثلا ضفدع الضفدع ده لو انت اطعت له مثلا بجلي او اطعت له عضو كامل اطعت مثلا عضو كامل هو يقدر الخلايا تقدر انها تنقسم وتتميز تقدر انها تنقسم وتتميز فتكون لي عضو جديد لكن تعالى مثلا في الانسان اقطع عقلة كده من صبعك هيقدر يكون عقلة تانية لا لانه بيكون اقل قدرة على التميز لنما هنا بيكون اعلى قدرة على التميز مثلا عندك الكائنات اللي بيكون عندها الديل سلمندر ده سلمندر ده اعمل زي سحلية كده لو انت اطعت له الديل هيد modern هيقدر انه يجدد الديل دى مكانه وبالتالي كده المستوى الطاني بيكتصر على استعادة الاجزاء المبطورة اصطعادة الاجزاء المبطورة ف primo ايبا لو في جز مبطور ه acontecibles هعمل له استعادة تطيب وكمان يكون على Clone طبعا علّاء المبطورة فحصل له عضو زي رجليه كده اللي اتقطع ضيئي بالاعضاء المبتورة طيب هو انا هنا كده كونت فرد جديد لا ما كونتش فرد جديد وبالتالي في المستوى التاني لا يعتبر تكاثر يعني التجدد لا يعتبر تكاثر طيب برضو في حتة كده معينة بالنسبة لفكرات العلية انا عندي الكبد الكبد لو انا اخدت منه حتة يعني مثلا انا جيت قطعت الحتة دي كده الحتة دي تقدر ان هي تكون لي عضو جديد تقدر انها تكون لي عضو جديد بس خلي بالك برضو لا يعتبر تكاثر ليه لان انا بكون عضو جديد وليس فرد ده بيكون عدو وليس فرد وبالتالي كده انا عندي الكبد ده بيكون لي القدرة العالية على التمايز وبالتالي بيقدر ان هو يتجدد ده باختلاف طبعا ده بتكون الحالة الشاسة بالنسبة للفكرات للعلي لكن برضو لا يعتبر تكاثر لانه ما بيكونش فرد طب نيجي بعد كده للمستوى التالت معايا واللي بيكون في الكائنات الاقل لرقيا المستوى الثالث وده بيكون في الكائنات الايه الاقل لرقيا لان انا كل ما بقلي في الرقي بيزيد الكدرة على التجدد الاقل رقيا زي مثلا انا عندي الهايدرا والاسفنج والاتنين دول دايما مع بعض هيدرا واسفنج وبيقدر ان هم يتقاصروا جنسي ولا جنسي هيدرا واسفنج وكمان بيكون عندي نجم البحر خلي بانا نجم البحر ده بيعيش في ماء مالح ماء مالح يعني البيئة المناسبة بتاعته هي الماء الملحة وكمان عندي دودة من الددان المفلطحة اسمها دودة البلاناريا دودة ليه؟ البلاناريا طيب نمسك اول حاجة معايا وهو نجم البحر نجم البحر كده بيعمل الفوزة كده بيكون عنديو حاجة اسمها التجويف الوعائي المعدي دي كده اسمه تجويف تجويف وعائي معدي طيب نجم البحر ده لو انا جيت وقطعته باي مستوى عرضي هيقدر ان هو يتكسر ويكون لي فرض جديد لبلو انا قطعت باي مستوى عرضي هيكون لي فرض جديد بس خليه لك بقى لما اجي احسب عدد الافراد الناتجة عايز احسب عدد الافراد الناتجة انا ما بحسبش الفرض الابوي يعني انا بحسب عدد الكطع يعني لما احسب عدد الافراد الناتجة انا هنا بيساوي عدد الكطع او القطع اللي انا قطعته ليه؟ لانا ما بحسبش الفرض الابوي فانا دلوقتي لو جيت قطعتي مسلا دي اسمها اللاساعات على فكرة انا دلوقتي قطعتي اثنين وبالتالي كده عدد الافراد النتيجة انا هاتساوه اثنين انا هطلعلي معاية تلت افراد ايوة انت مش هاتحسب الفرد الابوي الفرد الاصلي مش هاتحسبه ابقى عدد الافراد النتيجة بيساوه عدد القطع طب انت لو جيت مسلا نهوت نهوت هذه aspheng ده ودي كده اللاساعات اهيت وانت مثلا جيت غتاطيلي ونفطالد اربع اربع كطر. كده يبنى دلوقتي كم عدد الافراد الافراد الناتجة هتساوي تلاتة. عدد الافراد الناتجة هتكون تلاتة. انت بتحسب بتكون اه لا بتكون اربعة. نعم. تلاتة مش اه بتكون اربعة مش تلاتة. لان ادي معي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. هتيجي تحسب الخمس. طب تطلع منهم الفرد الابوي يتفضل معي كم يتفضل اربعة. طب وتريح نفسها خلص وتيجي تحسبهم ازاي? هتحسبهم ان انا اطعت كم عط واحد اتنين تلاتة اربعة. ايه كده تلاتة. ايه كده انا اطعت اربع ايه? اربع اطعات. طيب في حالات معينة في حالات معينة ده بالنسبة بالحاجات اللي انضفت جديد. اه للمهنج بتاعك ان ساعات لو انا اطعت في مستوى طولي بيقدر ان هو يكون بس بشرط. فاكده انا لما قلت لك ان انا عندي حاجة اسمها تجويف وعائي معدي. ده كده اسمه تجويف وعائي معدي. لو انا اطعت بمستوى طولي كده. جيت هنا اطعت بمستوى طولي. اقدر ايكون فرضين عادي. بدا فرض ودا فرض. بس بشرط اخد حتة معي من التجويف الوعائي المعدي. بس الموضوع باحساسي. انا لو جيت اطعت هنا لا مش هكون فرض جديد. جيت اطعت هنا مش هكون فرض جديد. ده هيبه بس ايه? التجدد هنا هيكتصر على استعادة الاجزاء المبطورة فقط. لكن شرط ان يحصل القطع الطولي ده ان انا اخد حتة من التجويف الوعائي المعدي. طيب نيجي بعد كده لدودة البلاناريا من الديدان المفلطحة. اللي بتعيش في المستوى بتعيش في المياه العزبة. يبا انا عندي دودة البلاناريا. خلي بالنا بتعيش في الماء العزبة طيب الدودة دي لو انا جيت. لو انا جيت اطعتها عرضي او طولي هتقدر ان اتكولي افراد. يعني مسلا جيت اطعتها بس بشرط الطول يكون اطع واحد بس. هتكولي كده فرضين. فرض هنا وفرض هنا. طيب لو انا جيت اطعتها. مستوى عرضي. يعني مسلا جيت هنا كده ايه? جيت اطعتها كده. واحد مثلا ادي اثنين. تقدر ان اتكولي طبعا هتكولي فرضين. ده هيبه فرض وده هيبه فرض وده هيبه فرض. نفس الفكرة لما اجي احسب عدد الافراد. انا شوف انا هتكولي كم اطع. هيكونوا معي كده هيكونوا فرضين جداد. هقدر ان انا اكون فرضين جداد. يبا انا عندي كدودة البلاناريا من الديدان اللي بتعيش في المياه العزبة. تبقولك ازا قطعت ازا قطعت لعدة اجزاء في مستوى عرضي اول جزئين لازم يكون طولين. الجزئين في مستوى طولي بينما كل جزء اه الى فرض كامل مستطل. طيب الدودة دي انا ممكن اجيب لي عليها اه سؤال بسغطين. اول حاجة دي كده مسلا عندي دودة هيت. ودي كده مسلا دودة هيت تانية. طيب بص كده هقولك انا هجيب الدودة دي واطحها الى 8 مستويات. بمعنى اطحها هي الطولية. ودينا ادي واحد اتنين تلاتة ادي اربعة. بس خليب عليك احطها في ماء مالح. واقطع هنا نفس التقطيع اهوات دي كده العنين. تمام? لان اصلا الدودة دي خلي بالك هي ليه? ليه بتتجدد لما اقطعها عند مستوى واحد طوليا لانها بتكون زاد تماثل جانبي. زاد تماثل جانبي. طيب هجي اقطع نفس القطع اهوات. بس احطها المراضي في ماء عزب. هنا هيتكون لي كم فرض طبعا طالما في مية ملحة هي اصلا بتعيش في مية عزبة. كم فرض اللي هيتكون هيكون صفر. لكن هنا كم فرض هتكون هي تحسب واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. قدر ان انا اكون عشر افراد. بس طبعا هشير الفرض اللي هو الابوي الاصل خلص يبقى معي كم? تسع افراد. انما هنا هيكون كم? هيكون معي صفر. يبقى الافراد النتيجة هتكون اه تسع. بس ممكن بقى يجيب لك سؤال يقول لك كم عدد الافراد اللي هتكتمل. يعني مثلا خلي بالك لما يقول لك عدد الافراد النتيجة هتقول لي تسعة. لكن لو جيه وقال لك عدد الافراد اللي يعني اللي هتزهر لي او هتكون موجودة في الشكل ده كده هيكونوا عشرة. يبقى نميز. الناتج هيكون تسعة. لكن عدد الافراد اللي هتنموا بعد كده وتديني كائن جديد هيكونوا عشرة. ليه? لان انت هتحسد دي برضا تحسبهم كله. يبقى نخلي بالنا من صيغة السؤال. نيجي بعد كده التكاثر بالتجدد في نجم البحر. التكاثر. الجنسي. التكاثر بالتجدد في نجم البحر. نجم البحر بيكون عنده حاجة اسمها الكورس الوسطي. يكون في كده كورس وسطي. فدلوقتي. دلوقتي عشان خطر يقدر ان انا مسلا لو لو جيت تقطع هنا كده. لو جيت قطعت الدراع ده كده. في المنطقة دي وجيت قطعت الدراع دي. والدراع ده. والدراع ده. بنفس المستوى اللي انا قطعت كده هيقدر يكون لي ست افراد. لو انا قطعت ده من هنا كده هيكون لي فرض. وقطعت ده من هنا كده هيكون لي فرض. وقطعت ده من هنا كده هيكون لي فرض. وده فرض. والكورس الوسطي هيقدر ان هو يكون لي فرض. يبقى انا اقدر اكون ست ايه? ست افراد. وده اقصى عدد ممكن. ماشي يعني ست الافراد ست افراد اقصى عدد ممكن في التكاثر اللي يجنسي بالتجدد في نجم البحر. وشرط التكاثر بالتجدد ان هو يحتوي على جزء من الكرس الوسطي. يعني الدراع ده لازم يحتوي على جزء من الكرس الوسطي. طيب انا مسلا لو اجيبت نجم البحر ده كده. وجيت هنا كده. وقلت لك انا عندي ده الدراع اهو. الدراع ده هيتكاثر بالتجدد لا. ده كده هيموت. لكن ده هيقدر يعوض مكانه. وبالتالي في الحالة دي كده الغرض من التكاثر في الحالة دي في الصورة دي كده هيكون هو تعويض الاجزاء المبطورة. الاجزاء المبطورة. يعني انا هنا كده ده مش تكاثر لان ما كونتش فرض جديد. وبالتالي ليس كل تجدد في نجم البحر يعتبر تكاثر. ليس. معلومة مهمة. ليس. كل تجدد في نجم البحر. يعتبر تكاثر. ممكن يكون الغرض منه هو استعادة الاجزاء المبطورة. طيب مسلا لو اجاب لك رسمة كده مسلا. وقال لك ده كده نجم بحر اهوات بس متقطع لكم جزء. اهوات ده كده جزء. وده كمان كده مسلا جزء. هقول لك كم فرض هيتكون في الصورة اللي قدام دي. كم نجم بحر جديد هيتكون. هتجد تحسب كده. تجد تبص عند ده مش هيقدر يكون لانه لا يحتوي على جزء من الكرس الوسط. الكرس الوسط بيبقى دايرة كده. فطبعا هنا مفيش حاجة من جزء من الكرس الوسط. هنا مفيش حاجة من الكرس الوسط. لا هنا بيكون فيه. وهنا فيه. وهنا فيه. بعد الافراد النتيجة هتكون تلات افراد. ناس انا في الصورة قدام دي كده. تلات افراد. ليه? لان ده بيحتوي على جزء من الكرس الوسطي. وده بيحتوي على جزء من الكرس الوسطي طيب هم اكتشفوا اصلا ان نجم البحر ده بيتكسر ازاي لجنس بالتجدد لان الصيادين لحظوا ان مثلا ان نجم البحر ده كانوا كل ما يمسكوه بيقطعوه فييجوا تاني يوم يلاقوا ان هو بيتجدد وعدده بيزيد طيب هم اصلا ليه كانوا بيقطعوه لاننا عندي نجم البحر ده كان بيفترس محار اللقلو فكان نجم البحر الواحد بيقوله في اليوم يعني الواحد بس بيقوله في اليوم عشرة من محار اللقلو. محار اللقلو. طيب. وبالتالي دلوقتي لو انا مساكت واحد بس وقطعته. قطعته الخمس قطع بس في شرطه كل دراع بيحتوي على على جزء من من الكرس الوسطي الواحد هيقدر ان هو يكون لي خمسة. يعني لو قطعته خمس اجزاء الواحد هيقدر ان هو يكون لي خمس نجوم. وبالتالي كده في اليوم الواحد بدل ما كان بيأكل عشرة الخمسة دول هيكلوا خمسين. يبقى خلينا عشان برضو اللي اجاب لنا سؤال على كده. الواحد في اليوم نجم البحر الواحد في اليوم بيأكل عشرة من محار اللقلو. طيب لو انا قطعت الخمس ازرع بس بس في شرط كل دراع بيحتوي على جزء من كرس بسطي بابا انا كده هكون خمس نجوم. خمسة من نجوم البحر. وفي الحلقة دي كده الخمسة دول هيكلوا خمسين. يبقى في اليوم الواحد هيكلوا خمسين. طيب نجم البحر ليه صور تانية من صور التقاصر اه بيتقاصر لجنسي وجنسي. لجنسي بواسطة التجدد والتجدد ده الانسان بيتدخل فيها وبالتالي بتكون غير ذاتيا. وكمان لجنسي برضو بتتوالد البكري الصناعي. التوالد بكري صناعي. وكمان بيتقاصر جنسي. جنسي ازاي عن طريق انه هو بيكون الامشاك بتاعته. لو مثلا بيكون عدد كبير من الويضات. ويبدأ ان هو طبعا هو بيعيش في المية. يبدأ ان هو يطلقها فين? يطلقها في المية. وهنا بتكون في حالة شازة بقى. انا عندي اللاجنسي اقصى عدد. اقصى عدد. في التقاصر اللاجنسي في التجدد هو ان نجم البحر يكون لي ستة. وفي التوالد البكري الصناعي بيكون لي بياخد مثلا البويضة الوحدة اللي بتكون فيها نون. بتكون لي اتنين نون. فبيكون لي كائن واحد اصلا. فهنا عدد. عدد الافراد النتجة من التقاصر اللاجنسي في نجم البحر بيكون يا ايمة ستة. يا ايمة واحد. انما اللاجنسي بيكون عدد كبير. وبالتالي التقاصر الجنسي. يعني مثلا قلت لك مين الكائن? اللي التقاصر الجنسي بتاعه بيديني عدد اكترف من التقاصر اللاجنسي. اهوأت على العكس خلاص اهوأت. إبدا نجم البحر. يبدا يكون ايه? نجم البحر. كده اني بخلصنا اهآ الصورة الثالثة معي هي صورة التكاثر اللاجنسي بالتجدد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصورة الرابعة معي من صور التكاثر اللاجنسي هو التكاثر بالجرسيم التكاثر بالجرسيم هو أفضل صور التكاثر اللاجنسي أفضل صور التكاثر اللاجنسي وده الثلاث أسباب يبقى عندي التكاثر بالجرسيم هو أفضل صور التكاثر اللاجنسي بالنسبة للجرسيم نفسها يعني مش بالنسبة للانسان ده لتلات اسباب اول سبب هو وفرة النسل وفرة النسل ليه لان انا عندي الفطر عيش الغراب او عفن الخبز فطر مثلا زي فطر عفن الخبز كده الفطر الواحد بيقدر يكون لي خلال دورة حياته من 3 مليار جرسومة يعني خلال دورة حياته الواحدة بس العفن الخبز الفطر الواحد بيقدر خلال دورة حياته يكون لي 3 مليار جرسوم يبه ده سبب من الاسباب تاني حاجة معايا هو انه بيقدر يتحمل الظروف القاسية يبه تحمل الظروف القاسية طيب ليه تحمل الظروف القاسية هتقولي بسبب وجود او بسبب ان الجرسومة نفسها بالجرسومة بتحيط نفسها بغلاف سميك للحماية بسبب ان الجرسومة تحيط نفسها بغلاف سميك للحماية بغلاف سميك للحماية الكلام ده بيحصل امتى؟ بيحصل في الظروف الغير مناسبة يبه تقدر انها تتحمل الظروف القاسية طيب تالت سبب معايا هو الانتشار لمسافات بعيدة الجرسومة بتقدر انها تنتشر لمسافات بعيدة بالانتشار لمسافات طيب ليه تقدر انها تنتشر لمسافات بعيدة؟ بسبب كل محتواها من المية الجرسومة نفسها بيكون عندها مية قليلة طيب وده بيسبب خفة وزنها طيب خفة وزنها ليه؟ لانه بيكون فيها مية قليلة يبه خفة ايه خفة؟ خفة وزنها الجرسومة بتقدر انها تنتقل من بيئة للتانية سهلة جداً لانها خفيفة ولانه ما عندهاش مية كتير طيب هو التكاثر بيجرسين بيحصل فين؟ بيحصل عندي في النباتات البدائية البسيطة بعض النباتات البدائية بعض النباتات البدائية طيب بيحصل فين تاني؟ بيحصل في كثير من الفطريات زي مثلا مش كل الفطريات كثير من الفطريات زي عفن الخبز وعيش الغراب كثير من الفطريات زي عيش الغراب وعفن الخبز طيب أنا عندي عيش الغراب وعفن الخبز من الفطريات عديدة الخلايا لكن أنا كان عندي فطر الخميرة ده كان وحيد الخلية وكان بيتكسر لجنسي بالتبرع إنما كثير من الفطريات عند عيش الغراب وعفن الخبز دي من الفطريات عديدة الخلايا وكمان بعد التحالب والصراخص بعد تحالب والصراخص وبعد تحالف الصرخص بتقدر منها تتكاصر خلي بالك بتعمل حاجه اسمها زي مثلا صرخص الفجير وكصبرت البئر انا عندي الفجير وكصبرت البئر بيتكاصروا بحاجه اسمها تعاقب الاجيال وكلمة تعاقب الاجيال يعني بيقدر انها يتكاصر بالتكاصر الجنسي ولا الجنسي خلال دورة حيات الكائن الواحد يعني جنسي ولا جنسي كلال دورة حياة الكائن الواحد فهما بقى بيتكسروا بيتعاقب الأجيال بجنسي ولا جنسي واللا جنس ده بيكون بالجرسيم بتكوين الايه الجرسيم طيب التكسر بالجرسيم بيحصل بيحصل بحاجة اسمها الجرسومة طيب ايه هي الجرسومة هي عبارة عن خلية وحيدة متحورة بتكون جرسومة دي بتكون نون بس يعني بتكون وحادية المجموعة الصبغية طيب بتكون خلية وحيدة متحورة خلية وحيدة متحورة بتنمو لتكون فرض جديد لتكون فرض جديد طب امتى فرض جديد في الظروف الايه في الظروف المناسبة طب ايه هي الظروف المناسبة انها تكون في بيئة رطبة ببيئة او تربة رطبة وكمان بيكون درجة حرارة مناسبة درجة حرارة مناسبة طيب ده كده الظروف المناسبة بالنسبة للجرسوم طب ايه هي تركيب الجرسومة هي عبر عن خلية خلية وحيدة زي مرتلك كده خلية وحيدة بيكون فيها ده مثلا كده السيتوبلازم ده بيكون جواها نوايه ومحاطة بغلاف بغلاف سميك وبيكون فيها كمية ضئيلة ضئيلة من الايه من الماء يعني بتحتوي على كمية ضئيلة من الماء وده السببيني يعني دي بيكون بيديها تمييزيا اول ميزة يعني بتكون خفيفة الوزن وطالما خفيفة الوزن تقدر تنتشر المسافات يبقى خفيفة الوزن هتقدر منها تنتشر المسافات تاني حاجة بيكون طالما كمية مية قليلة يبقى تركيزها يكون عالي طب ده هيفيدن بايه لما الجرسوم مثلا دي كده بيئة هي تراطبة توقع الجرسوم عليها يكون تركيزها عالية انها تقدر انها تشفط المية فتشرب المية فيتشكل جدارها وتقدر انها بعد كده تنقسم ميته وزيّا ويتكون لي فرض جديد يبقى انا عندي دلوقتي الجرسومة ده هيت بتكون نوع الجرسومة لما تقع دي نوع نهيت لما تقع على تربة رطبة بتنقسم ميته وزيا وانقسام ده بقولي على اسمه انقسام مشروط ليه مشروط? انها لازم تقع في تربة رطبة تربة رطبة يعني لازم يكون فيه ظروف مناسبة برطب او درجة حرارة يبقى بتنقسم ميته زيا والانقسام ده بيكون مشروط طيب تعالوا نعرف خطوات التكاثر او مراحل التكاثر بالجراسية مراحل التكاثر بالجراسية طيب بص كده ده فطر عيش الغراب ده ارسم لك فطر عيش الغراب البتاع ده اسمه كده يكون اسمه غازل فطري دي كده اشباه جزور دك اسمه حوامل جرسومية ودي اسمها حوافز جرسومية بده حامل جرسومي ودي حافزة جرسومية بده ده اسمه ده اسمه غزل فطري ده اسمه غزل فطري اقول علي اسمها هيفات ودي اسمها شباه جزور ده اسمه حامل جرسومي حامل جرسومي ده اسمها حوافز جرسومية بيكون جواها الجراسية طيب تعالوا بقى نقول للمراحل بتاعتنا ودي اسمها هيفات اهيت او غزل فطري اول مرحلة معايا بتتحرر الجرسومة يعني اول ما الظروف تبدأ انها تتحسن كده او تندج تبدأ الجرسومة دي انها تتحرر من الحافز الجرسومية ماشي او المرحلة معايا تتحرر الجرسومة من الحافز الجرسومية بعد ان اتجاه وتبدأ انها تنتشر في الهواء طبعا لانها خافية الوازن لحد ما تبدأ انها تسقط على بيئة راطبة ماشي لما تسقط على بيئة راطبة البيئة راطبة بيكون فيها ما تقدر انها تمتص المياه لان دي اختلاع اسموزة عالي طيب بعد فطري تختلاع اسموزة بيقى لي لانها تمتص ليه المياه لانها يجيز احстрой لك سؤالي وقال لك بعد فطري من سقوط انها تمتص المية تمتص المية ويتشكك جدارها عند وصولها لسطح او لوسط ملائم بعد كده بتنقسم انقصام ميتوزي فهي باسم انقصام مشروط ايه الشرط ان تكون البيئة ملائمة فتقدر انها تكون لي بعد كده فرض ايه فرض جديد يطلع بها هنا غزر فتري وعشبهها جزور وتبدأ حوافز جرسومية وحوامل جرسومية وكذا وتكون لي ايه كائن جديد وطبعا دي برضو بتمشي عشان خاطر برضو كل دول بيكونولي افراد جديدة وبالتالي عيش الغراب الفطر الواحد في دورة حياته يقدر يكون لي حوالي تلاتة مليار تلاتة مليار جرسومة طبعا بينتشر لمسافة طب البيئة لو مش مناسبة بتحوط نفسها بغلاف سميك يعني البيئة مش مناسبة بتحوط نفسها بغلاف ايه سميك لحد ما تبدأ انها تتحسن الظروف طيب في اه في ملحوظة هنا مهمة انا عندي الخلايا بتاعة عيش الغراب يعني عيش الغراب الخلايا الجسدية بتاعته كلها بتكون نور والجرسومة كمان بتكون نور فالجرسومة نفسها بتتكون بالانقصام الميتوزي وبعد كها بتبدأ انها تنقسم برضو ميتوزي يعني انا عندي كل حاجة في عيش الغراب ميتوزي عشان يكون الجرسوم بيبقى ميتوزي والجرسوم بتقدر ان هي تنقسم بعد كده برضو ميتوزي عشان تكون لي فرض جديد يبقى الجرسوم بتتكون ميتوزي وبعد كها بتنقسم ميتوزي بيتواجد في اه فطر عيش الغراب في مختلف البقاءات لانه طبعا ملكينات اللي بتتكاثر لاجنسيا بالجرسوم اللي بتتميز بسرعة التكاثر والانتشار لمسافات بعيدة بتقدر بتتحمل الظروف الكياسية يبقى عندي عيش الغراب ده يكون موجود في مختلف البيئات كمان اه برضو في ملحوظة ان انا عشان احافظ على الخبز طبعا من عفل الخبز وحطه في مكان جاف يعني انا بستنتج الملحوظة دي من الشكل قدام ليه لان انا دلوقتي الجرسومة لما اعتولات التربة جافة مش هتقدر انها تتكاثر ده هتحوط نفسها بغلاف سميك طبعا عشان احافظ على الخبز احطه في مكان ايه مكان جاف او مكان بارد علشان اه لازي عشان الجرسوم دي لو البيئة راطبة او البيئة مناسبة لها تقدر انها تنقسم وتشرب المية ويتشقق جدارها وتنقسم ميته زيان وبالتالي يصح ان انا احطها في مكان جاف طيب في معلومة برضو انا عندي فطر عفل الخبز وعيش الغرب وعيش الغرب بتقدر انها تتكاثر برضو جنسي يعني في الظروف الظروف غير المناسبة عيش الغرب وعفل الخبز بيقدر ان هو يتكاثر وعفل الخبز بيقدر ان هو يتكاثر جنسيا جنسيا بايه جنسيا بالاكتران زي الاسبري وجايرة كده بص كده معي ده مسلا عن هو ده غزر فطري ودي اشباه جزور ايط وده حامل الجرسومة وده كمان اهوت واحد تاني خلينا نعمله بلون تاني كده دي اشباه جزور ايط لو الظروف غير مناسبة في حالة زي ان الظروف غير مناسبة اللي بتدي يحصل يبدأ ان الغزل ده يقرب من الغزل ده ويبدأ ان هما الاتنين يقربوا من بعض فيدوني الشكل ده كده ده الشكل ده هوت فيبدأ يتكون الحاجة اسمها قراني اه قناة الاكتراء طبعا ده بيكون نون وده بيكون نون فالنواة بتاعد ده بتتجمع مع النواة ده وتديني نواة ايه اتنين نون اهي النواة اللي هنا بتتجمع مع النواة ايه ويديك طبعا اسمها قناة الاكتراء طيب بعد كده طبعا في الظروف غير مناسبة دي تتدي انها ايه تستقل عنهم تنقسم ميوزيا وبعد كها تستقل عنهم يعني طبعا هيكون تقاصر دي كده تلاقيها مثلا ايه تكونت لفرض جديد اهوت وتبتدي ان هي تستقل عنهم هاخد الجزء ده كده اهوت لوحده ويبدأ ان هو ايه يطلع لي ايه يطلع لي فرض جديده طبعا بتنقسم ميوزيا بتنقسم ميوزيا يعني الفرض الجديد هيكون ايه نون هو ده اصلا الاكتران وهنفهمه اكتر حتة دي مش عليكوا قوي يعني بس حتة دي هنفهمه اكتر ان شاء الله في تحلب الاسبيرو جايرة في الاكتران السلمي والاكتران الجانبي يبقى احنا بيعرف بس كده ان انا عندي ان في الظروف الغير مناسبة فطر عش الغراب وعافية الخبز بتقدر انها تتقاصر جنسيا بالاكتران عن طريق ان ده غاز الفطري بيقرب الغاز الفطري اللي اتنين يكترون مع بعض عن طريق قناة اكتران النواة اللي هنا بتكون نون والنواة اللي هنا بتكون نون بيبدأ ان الاتنين يكونون نواة جديدة بتبع اتنين نون وتنقسم ميوزيا وتنقسم ميوزين عشان تقدر انها تتنوع في الافراد وبالتالي هتقدر انها تطلع لي افراد جديدة تقدر تكوم الظروف اللي جاي طيب وبكده انا بخلصنا الصورة الرابعة عن صورة تقاصر اللي جينز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته